اشتركوا في القناة وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط الشركة السويسرية العالمية للوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو إذن أخواني العزاء قبل أن نبتدئ فقرة التحليل الفني نذكر بأهم البيانات الاقتصادية التي سوف تصدر خلال اليوم ولا تأثير على حركة الأسعار وقت صدورها وسوف يكون لدينا بيانات هامة جدا على الجنيه الاسترليني تصدر في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت مكة المكرمة وهي الريتيل سيلز مبيعات التجزية وفي تمام الساعة العاشرة صباحا سوف يصدر أيضا مبيعات التجزية الأساسية وفي تمام الساعة العاشرة والنصف على اليورو يصدر مؤشر مديري المشتريات الصناعي الألماني وفي تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحا سوف يصدر حزمة من البيانات الهامة على الجنين الاسترليني أهمها مؤشر مديري المشتريات المركب والصناعي والخدمي وتختتم البيانات في تمام الساعة الثالثة والنصف على الدولار الكندي بصدور مبيعات التجزئة الأساسية باستثناء السيارات إذن أخواني العزاء نبتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الأمريكي الدولار اندكس وقبل أن نبتدأ أخواني العزاء نبارك لكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك عاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات وكل عام وأنتم بخير ونبتدأ أخواني العزاء فقرة التحليل الفني ومثل ما حذرنا من البيانات الهامة على الدولار الأمريكي وهي معدلات الشكاوة من البطالة في خدمة البرودكاست المجانية على الواتساب حذرنا من هذه البيانات أنها سوف تعصف بيئة الأسواق وشاهدنا مثل التوقع ارتفع الطلبات الإعانة بخمسة ألف طلب أعلى من التوقعات لتزيد الضغوط على الدولار الأمريكي لنشاهد على الرسم البياني الدولار الأمريكي يعود مجددا تحت الضغط ويستقر أدنى الداونتريند لاين وأدنى مستوى المائة واثنين فاصلة مائة وذا استمر الدولار الأمريكي بالتداول بهذا الشكل سوف نشاهد استمرارية تراجع الدولار الأمريكي إلى مستويات المائة فاصلة ثمانمائة ولن يلغى هذا السيناريو السلبي للدولار الأمريكي إلا باختراق مستوى المائة واثنين فاصلة مائة وعودة الأسعار أعلىها إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج اليورو دولار ونشاهد زوج اليورو دولار ينتعش مجددا في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستقرار الأسعار أعلى الأب تريند لاين وعلى المتوسط المتحرك وعلى الدعم الأفقي الماثل لأن مستوى 1.09400 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية للزوج لاستهداف مستوى 1.11100 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسب مستوى 1.09400 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد أن زوج الباوند دولار لا يزال يتداول أعلى الأب تريند لاين ولا يزال يتداول في ظل السيناريو الإيجابي ولكن لن نشاهد مكاسب قادمة للزوج إلا باختراق مستوى 1.25200 والثبات أعلىها ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي إلا بكسب مستوى 1.23150 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج الباوند الملقب بالمجنون ونشاهد زوج الباوند يتداول بالقرب من مستويات هامة وخطيرة جدا وهي نقطة 167 والذي يلتحم معها المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم والأب تريند لاين حيث أن كسر هذه المناطق سوف يؤدي إلى دخول الأسعار في موجة بيعية قوية تستهدف مستوى 164 على الشورت ترم ولا سبيل لنجاة الزوج من السقوط المرتقب إلا بالتماسك والارتداد صعودا أعلى مستوى 167 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج الدولار لإسترالي مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الإيجابية هي المسيطرة على الزوج وتقترب الأسعار من منطقة هامة جدا وهي مستوى صف فاصلة 68 ألف حيث أن اختراقها سوف يمنح الضوء الأخضر للزوج للانطلاق إلى مستوى 69 ألف و70 ألف لن يلغى هذا السيناريو إلا بكسر مستوى 0.66650 إذن أخواني لعزان أنتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي مقابل الياباني ونشاهد زوج الدولار ين لا يزال يتداول خارج المناطق الخضراء ويتعرض لبعض من الضغوط البيعية في ظل تراجع مؤشر الدولار الأمريكي ولكن لن يعود الزوج إلى المسار الرئيسي الهابط إلا بكسر مستوى 133 ين وعودة الأسعار واستقرارها أدنى ولن يستعيد الزوج السيطرة على الزخم الإيجابي أصاعد إلا بالعودة على مستوى 135.250 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل زوج الدولار الأمريكي من قابل الليرة التركية ونشاهد الأسعار حتى اللحظة لا تزال تتمحور حول نقطة هامة وهي مستوى 19.40 والذي تحدثنا سابقا باختراقها وتأكيد هذا الاختراق سوف نشاهد انطلاق قوي جدا صوب مستويات 19 والليرة ونصف مقابل الدولار الأمريكي الواحد ونكرر لن نشاهد تحسنات في أسعار الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي إلا بعودة الأسعار أدنى مستوى 19.30 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل البيتكوين مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد البيتكوين تتراجع وتتعرض لضغوط بيعية مقتربة من منطقة دعم هامة جدا وهي مستوى 28.000 دولار حيث أن الأسعار إذا نجحت بكسر مستوى 28.000 دولار سوف نشاهد دخول البيتكوين رسميا في ظل سيناريو بيع قاسي قد يهوي بها إلى مستوى 25.000 دولار ولا سبيل للبيتكوين باستعادة المكاسب مجددا إلا بالعودة مجددا أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وبناء مراكز شرائية على 30.000 دولار إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل الريبل مقابل الدولار الأمريكي ونشاهد الريبل حتى اللحظة لا يزال يتجرع السلبية ويتعرض لضغوط بيعية وذلك في ظل استمرارية التداولات أدنى المتوسط المتحرك وأدنى المستوى 50 سنت واستمرارية التداولات بهذا الشكل قد تؤدي إلى هبوط أسعار الريبل إلى مستوى 43 سنت إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل ملك الملاذات الآمن على الذهب ومثل ما ذكرنا في التحليل السابق أن الذهب قد نجح بتلقي حبل النجاح ومحاولة البدء في رحلة استعادة بريقه مجددا وها هو اليوم يتلقى دافع إيجابي جديد بعد أن شاهدنا ارتفاع طلبات الإعانة الأمريكية بـ 5000 طلب أعلى من التوفقعات مما تزيد الضغوط على الدولار الأمريكي وتزيد من انحسار التضخم في الاقتصاد الأمريكي هذا يمنح الذهب انتعاشا ولا يزال يؤكد المسار الإيجابي الذي سوف نشاهده خلال الفترة القادمة بشرط ثبات الأسعار أعلى الـ 1950 دولار مقابل الأنصة الواحدة ومثل ما ذكرنا سابقا لن نشاهد انطلاق قوية لأسعار الذهب وموجة مكاسب إلا باختراق مستوى الـ 2050 مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لأعزان ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد أسعار النفط الخام مثل ما ذكرنا في التحليل السابق تستقر دون مستوى الثمانون دولار مقابل المرميل الواحد واستقرار الأسعار أدنى الثمانين دولار نتوقع من خلالها هبوط الأسعار في موجة تصحيحية هابطة تقترب الأسعار حاليا من منطقة دعم رئيسية هامة وهي مستوى 76 دولار إذا نجحت الأسعار بكسر 76 دولار سوف يستمر هبوط وخسائر النفط الخام إلى مستويات قد تصل إلى مستوى 68 دولار على المدى المتوسط ولا سبيل لإنهاء هذه التصحيحات واستعادة المسار الإيجابي إلا بعودة الأسعار أعلى ثمانون دولار مقابل البرميل الواحد إذن أخوائي لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة حتى اللحظة لا تزال تتماسك أعلى الأبتريند لاين وعلى مستوى 24 ونصف استمرارية التداولات بهذا الشكل لا تزال تنجح الكفة الإيجابية ولن نشاهد مكاسب قادمة للفضة إلا باختراق مستوى 26.250 والثبات أعلىها إذن أخوائي لعزاء ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي يتراجع ويفشل باستعادة السيطرة على الزخم الإيجابي واستمرارية التداولات أدنى مستوى 2.40 وأدنى المتوسط المتحرك قد يعيد الضغط البيعي على الغاز الطبيعي ليهوي به إلى مستويات 2.10 و1.90 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو البيعي الهابط إلا بعودة الأسعار أعلى مستوى 2.40 إذن أخوائي لعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي معشر الداو جونز الصناعي وها هو يقترب من مناطق الدعم الرئيسية الماثلة عند مستوى 33.500 ثبات الأسعار أعلى 33.500 وعلى الأب تريند لاين قد يمنح الداو جونز فرصة لاستعادة المكاسب الذي لن نشاهد فرصة شرائية جديدة تخلق لمؤشر الداو جونز إلا باختراق الأربعة وثلاثون ألف حيث أن اختراقها سوف تخلق فرصة شرائية تستهدف أربعة وثلاثون ألف وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد إلا بكسر مستوى 33.500 إذن أخوائي لأعزانا انتقل إلى تحليل مؤشر ستاندر داونت بورز سبي فايف هندرد ونشاهد الاسبي فايف هندرد لا يزال يكافح محاولا نتحرر من الضغوط البيعية وإذا نجحها باختراق المتوسط المتحرك واختراق مستوى الأربعة ألاف ومئة وخمسون سوف نشاهد انطلاقة صاروخية لمؤشر الاسبي فايف هندرد يستهدف من خلالها مستوى الأربعة ألاف وثلاثمائة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا في حال أن الأسعار استقرت بالتداول دون مستوى الأربعة ألاف ومئة إذن أخوائي لأعزانا انتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد مؤشر الداكس يتماسك أعلى الأبتريند لاين وإذا استقر بالأسعار ونجحها بتكوين نموذج ارتداد يصاعد أعلى مستوى 15750 سوف نشاهد انطلاقة صوب مستوى 16150 و16300 ولن يلغى هذا السيناريو التفاولي إلا بكسر مستوى 15750 إذن أخوائي لأعزانا انتقل إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ولا يزال الكاك يكافح محاولا التحرر من الضغوط البيعية والذي لن ينجح من خلالها إلا باختراق مستوى 7560 حيث أن اختراقها سوف تبدأ بإعطاء الضوء الأخضر لاستهداف مستوى 7600 و7800 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي الصاعد والأهداف المرتقبة إلا في حال فشلت الأسعار باختراق 7560 إذن أخوائي لأعزانا انتقل ختاما إلى تحليل مؤشر النازدك ونشاهد أن مؤشر النازدك حتى اللحظة لا يزال يتمسك بالمكاسب أعلى الأبتريند لاين ومثل ما ذكرنا سابقا تبات الأسعار أعلى مستوى 12850 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي من خلالها سوف تستهدف مستوى 13500 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي لمؤشر النازدك إلا بكسر مستوى 12850 إذن أخوائي لأعزائلة هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفني اليومية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله